السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم مشاهدين الكرام في سلسلة حصادنا الإخباري حيث نبحث اليوم ملف النازحين في العراق الذين ما زالت معاناة الكثير منهم تتجدد للعام العاشر منذ بدء قصة تهجيرهم قبل سنوات فمع بداية عام 2023 أكد مكتب الأزمات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية وجود مليون ومئة وسبعين ألف عراقيا ما زالوا نازحين وموزعين ما بين السكن في مخيمات عشوائية أو في هياكلة عدم فيها أبسط سبول الحياة وكما أكد المكتب أن نصف هؤلاء النازحين هم من من يوصمون بوجود شبهات صلة لأحد أفراد عائلاتهم بتنظيم داعش الأمم المتحدة حذرت مع مطلع العام الحالي من سياسة العقاب الجماعي ضد آلاف العائلات بسبب وجود شبهات لانتمائهم لتنظيم داعش حيث إن حيات هؤلاء باتت مهددة بسبب مخاطر الهجمات الانتقامية كما يحرمون من العمل والرعاية الصحية والخدمات الضرورية فضلا عن إبعاد أبنائهم عن التعليم وفي نهاية أذار الماضي قالت منظمة العفو الدولية إن الأغلبية الساحقة من النازحين العراقيين لم تتمكن من العودة إلى مناطقهم في الأمبار وديالا ونينوى وصلاح الدين بسبب مخاطر الاعتقال التعسفي وغيره من أشكال المضايقات من جانب الميليشيات وقوات الأمن علاوة على انعدام فرص كسب الرزق وإمكانية الحصول على الخدمات مفوضية شؤون النازحين واللاجئين في العراق كشفت عن وجود نحو مليون عراقي يفتقرون للوثائق التعريفية وهويات الأحوال المدنية التي فقدوها خلال نزوحهم مؤكدة أنهم يواجهون خطر الاعتقال وتقييد حرية التنقل وعدم الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية فيما تعرقل السلطات منحهم أوراقا رسمية بديلة أما مهجر جرف الصخر شمال بابل والمقدر عددهم بنحو مئة ألف شخص فهم الحلق الأضعف حيث ترفض الميليشيات الولائية علنا عودتهم إلى منازلهم وهددت من يعود منهم بالقتل أو الاعتقال ووفق تقارير عدة وشهادات نواب فقد تحولت النحية إلى معسكر متقدم للحرس الثوري الإيراني بسبب موقعها الاستراتيجية ونذهب إلى نينوا حيث عشرات القرى في مناطق الحمدانية وزمار ومخمور وربيعة وهي القرية التي يناهز عدد سكانها لوحدها 12 ألف نسمة فلا تزال قوات البشمرقة تمنع أهلها من العودة إليها ونازحوا هذه القرى موزعون إما في المخيمات أو في البيوت المستأجرة بعد أن كانوا يمتلكون أراضي زراعية شاسعة وبأوراق ثبوتية أما في ديالة فقد أقرت لجنة إعادة النازحين في المحافظة بأن عدة قرى في ناحية السعودية لم يعد المهجرون إليها بأسباب أمنية وخدمية كما أكدت أن نحو أربعمائة عائلة في أطراف ناحيتين كنعان وبهرز ممنوعة من العودة إلى مناطقها بسبب ما قالت عنها إنها مشاكل عشائرية دون أن تشير إلى أن الميليشيات هي من ترفض عودتهم لأسباب طائفية أما في الأنبار فحتى اللحظة توجد آلاف العائلات المبعدة عن مناطقها كما في العويسات وذراع دجلة وجزء من منطقة ياثرتار ومجمع الفوسفات والتي تقطن مخيمات وصفتها وزارة الهجرة والمهجرين بالعشوائية ضمن محاولات التضييق عليهم وإعادتهم قسرا رغم دمار منازلهم والمخاطر الأمنية أيضا المحدقة بهم ومن الأمثلة على ذلك مخيم بزيرز الذي قطعت عنه الحكومة المساعدات وغادرته المنظمات الدولية وإلى صلاح الدين حيث لا يزال انتشار الميليشيات وبطء الصرفي التعويضات يعيقان عودة النازحين لعدة مناطق وقرى كما هو الحال في تكريت والعوجة وعزيز بلد وناحية يثرب وقرى الطوز ومكحول يتي هذا في وقت أكد فيه تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن أربعين بالمئة من نازحي صلاح الدين فقدوا أوراقهم الثبوتية كما أن هناك مئتين وسبعة وسبعين ألف شخص في المحافظة بحاجة إلى مساعدة إنسانية إذن مشاهدين كان هذا استعراضا لأبرز ما يخص ملف النازحين والمهجرين في العراق في حصاد عام 2023 وعشرين ترجمة نانسي قنقر